إزاي نقدر نساعد الطفل على التخلص من صفة أو سلوك الكذب؟ أول وأهم حاجة الحوار يعني إيه الحوار؟ الحوار يعني يا حبيبي أنت جذبت ليه؟ خدتوا بالك أنا قلت يا حبيبي أو يا حبيبتي أنت جذبت ليه؟ ليه ما قلتيش الحقيقة؟ لازم إحاطة الطفل بالعطف و بالشفقة كده و بالحنان لأن إحنا عايزين نحل المشكلة مش عايزين نزود الضغط على الطفل لأن ده بيظل طفل في النهاية خلاص؟ الحوار خلاص؟ إنت ليه جذبت و نسمع إيه وجهة النظر؟ تمام؟ مهما كانت الأسباب لازم إحنا بقى ندور على الأسباب في موراء أو بين السطور كمان لازم نتحدث مع الطفل دايما عن مساوئ سلوك الكذب سلوك الكذب ده وحش خلاص؟ و نقوله وحش في إيه و مش هيخلي عندك صحاب و هيخلي إن اسمك مش حلو و سمعتك مش حلوة و هكذا و حدش يرضي صحبك و الناس ما تصدقكش و نقوله و مزايا إن يكون الإنسان صادق يا سلام ده 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 حاجة حلوة قوي إن الواحد كده يقول الكلمة خلاص بنبقى عارفين إن فلان ده لما يقول حاجة هو بيقول الصراحة بيقول الصدق تمام؟ و تشجيع الطفل على حكي الأحداث الحقيقية اللي مر بيها خلاص؟ يعني يحكي لنا عشان ما يضطرش يزود حاجات أو ينقص حاجات خلاص؟ و استخدام العقاب الموضوعي لأن فيه ناس ما ممكن تقول يعني ما أنا عاقبش فيه ناس أصلاح تحب العقاب أو فيه حاجة اسمها العقاب الموضوعي إيه هو العقاب الموضوعي؟ إنه في حال تكرار صفة الكذب تكرار صفة الكذب نوم نقول إيه بقى إنت محروم مثلا من الكمبيوتر للفترة دي مدة ساعتين ولا مش عالي إنت محروم من الفصحة الأسبوعية اللي كنا المفروض هنتفسحها مخصوم منك جزء من المصروف تجميد خطوة شرع حاجة كان الطفل عايزة مش إحنا كنا مفروض هنشتري حاجة فلانية عشان إنت أجذبت إحنا مش هنشتريها دلوقتي إحنا أجلنا الموضوع حرمان من اللعب مع أصحابه هو ده اسمه العقاب الموضوعي وفيه ضرورة أن يكون العقاب على قدر الفعل خلاص؟ يعني على قدر الفعل على قدر الكذب ما يبقاش الكذب ده ما بقولش بسيط ولا بتاعه ما نقولش ده مبدأ لا ما هو مبدأ بس فيه كذب بسيط فعل ما نقومش إحنا بقى نعمل عقاب كبير جدا وصد موقف بسيط تمام؟ فيه ضرورة أن الطفل في الأول كمان يعرف العقاب يعرف العقاب في حالة الكذب هيكون كذا أو كذا أو كذا عشان نديله الفرصة هو أنه هو يقرر لازم كمان التركيز على وصف مساوئ صفة الكذب مش إلصاق صفة الكذاب بالطفل يعني الكذب ده حاجة وحشة مش أنت كذاب لا الكذب ده سلوك وحشة عشان الطفل يبقى بيتعامل معنا على أنه دي صفة يسهل التخلص منها إنما لما يبقى هو كذاب إحنا قلنا قبل كده بلاش نقول إيه ده فلان اللي بيتشاء ده فلان اللي بيسمعش الكلام الطفل بياخد الكلام ده على أنه أداد تعريف به هي دي صفته فيقوم ما يتخلاش عن هذه الصفة وأخيرا ضرورة التعامل بعدل ومساواة بين الإخوات لازم اللي بفيه مساواة بالأشقاء كلهم والولاد زي البنات وهكذا ونسمع حكاية أطفالنا ونشجعهم على استمرار الحكي زي ما قلنا ونشرح للطفل قدرتنا المادية ببساطة وبحب يعني أنا ما قدرش يا حبيبة جيبي لحاجة الفلانية عشان إحنا نقدر نجيبها إن شاء الله بس نقدر نجيب حاجة تانية عشان أنا ما ينفعش أجيبها ما عنديش فلوس إن أنا جيب بكل حب وبكل تفاهم والأطفال دايما عندهم بدائل ما بيصروش على الحاجة يا تمام؟ يعني أنا قصدي إن الطفل يكون متعاون معانا في متطلباته بلاش كمان الضغط على الأطفال إن هم يعملوا معانا أنشطة ممكن يكونوا مش مهتمين بيها عشان ما يضطرواش يجذبوا عشان ما يعملوا هاشي يعني مثلا حاجة شهيرة أو يلا حبيبي بقتي تعال معايا عشان نخسل العربية فيه آباء بيعملوا حكاة دي ممكن يبقى المشوار ده أو الموقف ده كله يعني غير مصير على الإطلاق بالنسبة للطفل فيوم يقول إيه لا قصنا يا بابا بطني واجعاني وقصنا عايز أدخل الحماء فهمين أصلا؟ أو يلا بقى ننزل نشتري الحاجات مع بعض إذا حسينا أن الطفل مش عايز يعمل حاجة من أنشطتنا إحنا بلاش نكبره عليها وأهم حاجة زي ما قلت في أول كلامي محاولة إزالة أسباب الكذب اللي قلنا عليها بتفصيل كبير جدا في بداية كلامنا محاولة إزالة أسباب الكذب